السلام عليكم عزائي التلاميذ في الدروس الالكترونية لمدارس السندباد الاهلية مادة العلوم للصف الاول الابتدائي حبايب الحلوين اليوم رح ناخد الفصل العاشر الفصل العاشر يتحدث عن الحركة والقوة الفصل العاشر بيدرسين الدرس الاول الموقع والحركة اما الدرس الثاني يتحدث عن القوة احنا حاليا رح ناخد الدرس الاول الموقع والحركة اريدكم كلكم حبايب الحلوين تتابعون ويايا وتفتحون صفحة 164 صفحة 164 وتتابعون ويايا الفكرة الرئيسية شنو الحركة؟ هي تغيير موقع الشيء رح ناخد بهذا الدرس الموقع والحركة ما الموقع؟ لتحديد موقع جسم نسبة الى شيء اخر نستخدم كلمات مثل تحت، فوق، يمين، يسار، أمام، خلف حتى احدد موقع شيء معين انا رح استخدم هذه العبارات اللي هي امام، تحت، فوق، يمين، يسار، أمام، خلف مثلا حاليا انا عندي هذا القلم القلم وين حاليا؟ هل تشوفون انتو وين القلم؟ القلم فوق الكتاب وين القلم؟ القلم فوق الكتاب زين، الكتاب وين؟ الكتاب فوق المنبدة وين الكتاب؟ الكتاب فوق المنبدة انا هسا حاليا وين؟ احدد موقعي مثلا انا احد يخبرني من او انتو هسا؟ احد يخبركم من اصدقائكم هسا حاليا ويقول لكم انتو وين هسا؟ انتو وين مكان تواجدكم هسا؟ بالبيت فاذا حددت انت مكان تواجدك وين حاليا؟ مكان تواجدك بالبيت اذا يسمى المكان الذي يوجد فيه الشيء الموقع مكان وجود الشيء الموقع هو شنوه؟ هو مكان وجود شيء بالنسبة الى شيء آخر الردد مرة اخرى حبايبي الموقع هو مكان وجود شيء بالنسبة الى شيء آخر نردد مرة اخرى الموقع هو مكان وجود شيء بالنسبة الى شيء آخر اذا الموقع هو شنوه؟ مكان وجود الشيء مكان تواجدك حاليا الموقع هو مكان وجود الشيء اما الحركة ما الحركة؟ يتغير موقع الشيء عندما يتحرك من موقعه الى موقع جديد الحركة هي شنوه؟ هي تغيير موقع الشيء بالنسبة الى شيء آخر شنوه؟ شنوه الحركة؟ تغيير موقع الشيء بالنسبة الى شيء آخر مثلاً عندي قاني القلم شنوه تحطته بهاذي الجهة هاذي القلم كان هنا متواجد اجيت غيرت موقعه حطيته بهاذي الصفحة غيرت موقعه اذا شنوه حركته من هذا المكان الى هذا المكان؟ هو تغيير موقع الشيء شنوه القلم؟ غيرت موقعه كان هنانه جبته هنانه اذا الحركة هي تغيير موقع الشيء بالنسبة الى شيء آخر الحركة هي تغيير موقع الشيء بالنسبة الى شيء آخر الردد مرة اخرى الحركة هي تغيير موقع الشيء بالنسبة الى شيء آخر نلاحظ احنا عدنا هنا بالصورة موقع الحصان في البداية فوق الحاجز ثم اجتازه واصبح بعيدا عنه لاحظوا اياه يا حبايبي عندي بهذه الصورة عندي بالصورة الاولى شبيل حصان دا يعبر الحاجز هذا حاجز وهنا الحصان شبيل دا يعبر هذا الحاجز بس بالصورة الثانية عبر الحاجز واصبح بعيدا عنه يعني تحرك من هذا الموقع الى موقع آخر اذا الموقع ثابت بمكانه تغير مكانه هسا عرفنا الموقع هو مكان وجود الشيء بالنسبة الى شيء آخر عرفنا مكان تواجد الشيء مكان تواجدك حاليا هو موقعك اعتبره هذا الموقع مكان تواجد الشيء اذا الموقع هو شنوه هو مكان وجود الشيء بالنسبة الى شيء آخر اما الحركة هي تغيير موقع الشيء بالنسبة الى شيء آخر تتحرك الاشياء بطرائق مختلفة فقط تتحرك بخط مستقيم او بشكل متعرج او بشكل دائري او الى الامام والخلف اذا اهلان عندي صور امامي اربع صور الصورة الاولى اجداء لاحظ بها السيارة دا تمشي بخط شنو؟ بخط عدل بخط مستقيم دا تمشي بخط مستقيم اما بالصورة الثانية إذن هاي الحركة مالتهم أما الصورة الأخيرة فهي صورة ديلا بالهواء ديتحرك بصورة دائرية عندي شون ديتحرك؟ ديتحرك بصورة دائرية فإذن ألاحظ أنه هنانا عندي هنانا السيارة ديتمشي بخط مستقيم بينما هنانا السيارة ديتمشي بشكل متعرج الأولادش ديتلعبون ديتلعبون هنا وديتحركون بالمرجوحة باتجاه الأمام والخلف بينما هنا عندي ديلا بالهواء ديتحرك بشكل دائري اقرأ الصورة أيهما يتحرك بسرعة أكبر؟ الفهد أم السلحفات؟ إجداء ألاحظ أندي هنا فهد وأندي هنا سلحفات من الأسرع؟ الفهد أسرع من السلحفات